إذن هو الشرق من جديد الذي يطلق شرارات تنبئ بحركة تباطؤ في النمو الصين لا يوجد تفاؤل بشأن معدلات النمو المنتظر إعلانها في التاسع عشر من يناير القادم هذا الأسبوع القادم يوم الثلاثاء سيتم إطلاق بيانات الناتج المحلي الإجمال للربع الأخير من العام الماضي في الصين وغير متوقع أن تأتي بأكثر من 6.5% أو 6.8% انتهى عهد العشر في المئة الذي حققته الصين على مدى 30 عام سابقة ويبدو أن الاعتماد على الاستهلاك المحلي في الصين سيثقل نوعا ما السياسات النقدية فيها اليوم لاحظنا تراجع المؤشرات الرئيسة بقرابة 5 في المئة لشانغهي ولمجمع قرابة 4.5 في المئة ولكن كيف تتصرف الأسواق في ظل كل هذه التحديات نناقش أداء الأسواق العالمية برفقة ضيفي في السيديو البرنامج السيدة محمد سيف النصر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري دي آي افسي أهلا ومرحبا بك معنا أهلا بك الصين من جديد يبدو أنها هي التي تعطينا قراءة بأنه 2016 لن يكون العام الذي سنعود فيه خسائر 2015 كيف تقرأ البيانات الأخيرة؟ سأقول لك هو 2016 بدأ بوحش أروند الوحل يعني كل الأسواق وبسيط الأسواق الأمريكية الأسواق العربية في الصين نفس الحكاية الصين زي ما حضرتك تفضلتي أرليا النهاردة بتقولي أنه المستوى الاقتصاد أو النمو الاقتصادي نزل من عشر في البيانات الأفريج بتاع التلاتين سنة إلى أقل من سبعة في المئة أعتقد أن هذا شيء طبيعي يعني من الطبيعي أنه يحصل في حدود المتوقعة هو اللي حاصل أنه فيه تباطؤ في الاقتصاد العالمي وفي الاقتصادات الدول النامية اللي هو تسبب فيه تباطؤ في الصين الحاجة الثانية اللي حاصلت أنه هي الكلمة بالإنجليزي التي حملوها الأسبوع اللي فات اللي هي إيقاف أو تعليق التداول للكبار الملاك أيو لما بينزل السوق 5% بيوقفوا 15 ديئة وبعد ذلك ما بينزل السوق 2% بيوقفوا لغاية آخر النهار أعتقد أن هذا يؤدي إلى هزف السوق أكثر مما يؤدي إلى أن السوق يمسك نفسه لأنه أول ما بيرجع بيفتح كل ببيع كل ببيع لأنه نهار دا لو أنا مستثمر وعايز أطلع من السوق دهوت لأني خايف على رأس مالي لو ما أعطيني أني أطلع أول ما يفتح السوق حبا عايز أطلع أكثر ما ما كنت عايز أملك دهوت وبالتالي أعتقد أنه ده صارع فيه اللي احنا شايفينه بيحصل في الصين النهاردة أنه هناك ناس كثيرة بتقول لك أنا عايز أطلع من الصين دلوقتي لغاية ما الأمور تتضح خاصة أنه ده ترند عالمي بدأ في أمريكا كمان شايفين السوق نازل بـ 6% من بداية السنة طيب مدى تأثير ذلك إما على الدول المجاورة للصين وأتحدث هنا عن أستراليا ونيوزيلندا تخيل يعني لا أتحدث حتى عن أبعاد ومن بعد ذلك امتدادوا لولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت الصين اليوم تفكر في إنعاش الاستهلاك المحلي أكثر من اعتماد على الصادرات لأنه يبدو العالم لن يطلب أكثر مما كان عليه كيف ستغير تنتقل تعمل كيرف عندك في نمط الاستهلاك الصيني اللي كان متعارف على أنه كان أقل الاستهلاك أولا ده حياخد وقت فأعتقد السوق كله حيفهم أنه التحول ده حياخد وقت طويل وبالتالي مش حينقذ الأسواء النهاردة لو أسواء النهاردة في تراجع خبر زي دهوت أو تحرق زي دهوت مش هيغير حركة السوق بل بالعكس سيقولك أنه أنه النهاردة ما عنديش حل وقتي حينفع السوق النهاردة أنا أعتقد أن الأسواء ده حتفضل تنزل لفترة معينة اللي شفناه النهاردة كان متوقع بعد الحصر الأسبوع اللي فات وأعتقد أنه احتمالي يستمر النهاردة هل الأسواء ده ممكن تزل 10-20% تاني مش عايزين نخوف المستثمرين إنما من الطبيعي أن الواحد يبتدي نهاردة يفكر في إزاي يحافظ على رأس ماله عفوا لكن كيف سيتصرف بنك الشعب الصيني هو من جهة يسعى إلى تخفيف القوى الشرائية للعملة بغض النظر سواء نتحدث عن عملة المحلية الداخلية أو الخارجية يقوم بأكثر من مرة بتخفيف سعر صرفها في نفس الوقت يريد أن يحمي عملة هو من جهة يريد أن يخفضها لإنعاش الصادرات من جهة داخلية لديه التزامات لديه مدفوعات يسحب من الاحتياط من النقد الأجنبي أو من الدولار في محاولة أن يحدث هذا التوازن كيف سيتمكن من ذلك؟ أعتقد أن الأمر سيبقى صعب جدا لأن البنك المركزي أو الحكومة تقدر تعمل حركة معينة ولكن لو السوق تبعش الحركة دهيت وتحرك في نفس الاتجاه سيبقى أي حاجة يعملها البنك ليس ستجيب نتيجة وبالتالي نهاردة نقول أنه عشان تغيري نمط الاستهلاك في الصين هذا موضوع سيأخذ وقت طويل كون أنك أنت تخلي الناس تقدر وبعد أن النهاردة في الصين مثلا فيه دات عالي جدا المديونية العامة في الصين سواء حكومية أو غير حكومية عالية جدا وبالتالي أعتقد أنها بصعب جدا تحريك السوق الصيني الداخلي في اتجاه الاستهلاك لأنه يعني فيه بابل في الريال استيت ما يسمى بابل في الريال استيت وفي سوق الأسهم في سوق الأسهم وفي نفس الوقت فيه دات عالي جدا فأعتقد أنه في وضع لا نحسد عليه في أنه الصين مش حضرة تتحرك بما ينقذ الأسواق بسرعة طب هل تعتقد أنه كل ما يفعله بنك الشعب الصيني أو المركزي الصيني من أجل إنعاش سوق الإقراض يعني عندك رفع من الاحتياط الإلزامي للبنوك يعني تقريبا مئات نقطة أعتقد هذا في وقت سابق علشان يخفف حدة التزام البنوك يعني ومع ذلك ما تحرك عندك سوق الإقراض بشكل جيد يعني هل الصيني دائما هو متعود على الإقراض أم على الإدخار أكثر يعني هو مش أمريكي الأمريكي نسمع عنه دائما هو اللي يقترض الصيني هو يدخر أكثر فحتى لو أنعش البنك الشعب باعتقادك سوق الإقراض ربما لن يتحرك لن يتحرك لسبب لأنه أنت عندك يعني المجتمع له سمات معينة المجتمع الأمريكاني مجتمع استهلاكي المجتمع المصري المجتمع استهلاكي يعني مصر يقال أنها بلد فقيرة ولكن تبصي على الاستهلاك في مصر تجد أنه الشعب بيستهلك جامد جدا الصين ما هي شكرا هو الصين هو نمط شعبي أسلوب حياة فصعب أن كنت تقول أننا حنقذ الاقتصاد الصيني اللي هو بيصدر للعالم كله لما العالم كله يبطل يستورد منه أو يقلل استيراده منه هيتعوض باستهلاك داخلي من مكتبع غير استهلاكي والكلتر عنده الموضوع التي هي التقليد عنده لا يتغير أن تتعلم كيف هو الوضع في آسيا أرجو أن تبقى معنا أستاذ الكريم ونعود بعد قليل إلى المشاهدين نتحدث هذه المرة بتوسع أكثر حول أداء الأسواق العالمية ماذا لو استمرت البيانات الإيجابية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية البطالة الوظائف هلنتوقع في مارس الرفع الثاني لمعدلات الفائدة إذن ضيفي من جدي سيد محمد سيف المصر يجيب علي هناك تساؤلات في التقرير ذكرت عندك الكثير من المخاوف هناك من قل تخمة المعروض الصين التوترات الجيوسياسية في المنطقة أيها ترجح أن يكون ضاغط أكثر على النفط حكتين أولا كمية المعروض ستستمر لأنه في خزنات دول عندها تراجع في الاحتياط محتاجة أنها تستمر في بيع النفط إيران ستخش وستبيع نفط جزء من توقع بيع إيران للنفط معروف وموجود في سعر السوق والجزء الممكن يبقى متحرك هو ستبيع نفط قد إيه زائد أن الاقتصاد العالمي فيه طباط زائد إما تحصل مشكلة أمنية في المنطقة أو شبه عروب كانت زمان بتؤثر أنه ترفع النفط النهاردة بتكتشف أنه لا لأنه بيكون في خشة من الإمدادات أو نقص الإمدادات النهاردة الإمدادات مستمرة كي يستطع أي ظرف من الظروف وبالتالي أنا شايف أنه التقرير اللي بيقول أنه فيه احتمال تراجع أكتر في سوق النفط أرجح أنه هذا اللي ممكن يحصل أعتقد المشكلة اللي جاعة ستبقى أنه النفط نزل إلى مستوى ممكن يؤثر فيه إنتاج النفط لأنه ممكن شركات تجد أنه سعر النفط التي أدرت بيعلي النفط لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه أو تكلفة هل تعتقد أنه سيعاد النظر في موازنات شركات النفط الكبرى عندما نجد النفط على مستويات العشرين دولار هذا بحسب جولدمان ساكس سيعيد النظر سيبطئ من مشاريعهم يوقف عمليات التنقيب ربما الإنتاج سيتغير عندما يصل إلى حد التكلفة هنا سنبدأ نلحظ أنه لا سيكون عندك الإنتاج اليومي سيتضطر الدول إلى تخفيض لأن تكلفته عالية صحيح وده ممكن يحصل ولكن يحصل أقرب إلى العشرين دولار منه إلى سعر النهار وبالتالي التوقع أنه سنستمر في الإنخفاض للأسف السنة 2016 بادية بطراجعات مكمة بوست تجد تراجعات في انتظار الأيام القادمة نتمنى دائما نكون الأقل تضرر من كل هذه التابعات وأشكرك جزيلا شكر سيد محمد سيف النصر وأنت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري شكرا جزيلا لك